السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم بورقة واحدة فقط ورقة واحدة فقط قبل النوم علاج نهائي لآلام المفاصل آلام الغضروف وآلام العظام سواء آلام الركب أو آلام الكتفين أو آلام أسفل الظهر فمهما كانت حالتكم حتى لو كنتم وصلتم لمرحلة إجراء العملية الجراحية أو كنتم تأخذون كميات كبيرة من المسكينات الكيميائية فوصفتنا لليوم بديل طبيعي للمسكينات الكيميائية وليست فقط مسكينة أو مهدئة للآلام بل تعيد بناء وإحياء العظام والغضروف من جديد حتى لو كنتم وصلتم لمرحلة إجراء العملية الجراحية جربوا هذه الوصفة فقط لمدة أسبوع واحد فقط وبفضل الله سينتهي الآلام نهائيا عندكم وستعود عظامكم كما كانت كأنكم عدتم لشبابكم وقبل أن أمر أحبي إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم دعمي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتشجيع على المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة إن شاء الله والآن سنمر إلى مكونات هذه الوصفة وفي نفس الوقت طريقة تحضيرها أولا سنحتاج إلى عود من النعناع سنستخدم فقط أوراق النعناع سنقوم أولا بغسلها جيدا من كل الأثرباء العالقة بها ومن الأحسن وضعها في الماء وتركها لمدة دقيقة واحدة حتى تتأكد أنها أصبحت نظيفة جدا وبعد ذلك سنمر إلى طريقة تحضيرها فبالنسبة لأوراق النعناع هي فعالة جدا وتعتبر مسكين طبيعي لآلام المفاصل وآلام العظام وستغنيكم عن أقوى المسكينات الكيميائية وبفضل الله فهذه الوصفة ستعمل على تحسين قدرتكم على الحركة والعودة إلى حياتكم الطبيعية سأحضر معكم أوراق النعناع بطريقتين الطريقة الأولى على الشكل مشروب والطريقة الثانية ستسعملون أوراق النعناع على الشكل دهان فقط تابعوا معي الفيديو للآخر لأن الوصفتين تكملان بعضهما البعض لذلك يجب عليكم تطبيق الوصفتين مع بعض لكي تحصلون على نتائج فعالة وبإذن الله من ثاني استخدام كما تلاحظون بعدما قمنا بغسل أوراق النعناع جيداً بعد ذلك سنحتاج إلى كوب وسنضع فيه أوراق النعناع وبعد ذلك سنضيف إليها الماء المغلي هذه الوصفة صراحة تعتبر مسكين قوي وشديد جداً فمهما كنتم استخدمتم أشد المسكينات فلن تجدوا مثل هذه الوصفة في تسكين الآلام وكما تلاحظون سنضيف الماء المغلي وبعد ذلك سندرك أوراق النعناع تنقع جيداً لمدة خمس دقائق طبعاً مع تغطيتها بإيناء لكي لا تتبخر لنا فوائدها لأن النعناع يحتوي على زيوت طيارة لذلك من الأحسن تغطيته بإيناء وتركه ينقع لمدة خمس دقائق هذه الوصفة صراحة هي مجربة من أمي شخصياً فبعدما كانت تعاني من آلام في الركبة وآلام في المفاصل فبعد استخدامها للوصفتين مع بعضهما البعض صراحة تخلصت من الآلام في مدة أسبوع واحد فقط فقط باستخدام الوصفتين مع بعض لمدة سبع أيام متتالية الحمد لله بفضل الله تشافت تماماً والآن عادت إلى حياتها الطبيعية أتمنى لكم أنتم أيضاً الشفاء العاجل وكما تلاحظون بعدما قمنا بترك أوراق النعناع تنقع جيداً لمدة خمس دقائق كما تلاحظون تغير اللون الماء وأصبح لون الماء مائل إلى اللون الأخضر بعد ذلك سأريكم طريقة أخذ هذا المشروب طبعاً ستطرقونه حتى يدفع قليلاً قبل شربه فهذا المشروب يشرب دافئ بالنسبة لطريقة أخذ هذا المشروب وهو يشرب قبل ذهابكم إلى النوم واستمروا عليه لمدة سبع أيام متتالية يعني كل يوم لمدة أسبوع واحد فقط وبفضل الله فبمجرد شرب هذا المشروب فمباشرة سيعمل على تسكين الآلام عندكم فوراً بعد شربه وستنامون بدون أن تحسوا بأي آلام نهائياً وبدون أي مسكينات كيميائية والتي لها آثار جانبية على المعيدة فقط يجب عليكم تكرار هذا المشروب يومياً كما قلت لكم لمدة أسبوع وبفضل الله ستتحسن حالتكم وستعودون إلى حياتكم الطبيعية والآن سنمر إلى الوصفة الثانية والتي قلت لكم يجب عليكم تطبيقها مع الوصفة الأولى للحصول على نتائج فعالة بالنسبة للوصفة الثانية وهي عبارة عن دهان موضعي لتسكين الآلام بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى أوراق النعناع والتي قمنا بنقعها في الوصفة الأولى يعني عند شربكم للمشروب يجب عليكم الاحتفاظ بالأوراق التي قمنا بنقعها لا تقوموا برميها أبداً لأننا سنستخدمها في هذه الوصفة وسأريكم طريقة استخدامها ستقوم بالاحتفاظ بهذه الأوراق وبعد ذلك ستقوم بتقطيعها بالمقص أو بالسكين وبعد ذلك سنضيف إليها بعض المكونات الأخرى كما تلاحظون سنقوم بتقطيع أوراق النعناع إما بالسكين أو بالمقص هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم سنقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة فبالنسبة لأوراق النعناع فلن تصدقوا أبداً ما تفعله بالمنطقة المصابة والتي بها الألم ستتعجبون من قدرتها على الشفاء وتهدئة الآلام فوراً بمجرد وضعها على المنطقة المصابة فهي تعتبر من أقوى المسكنات الموضعية وأقوى من المسكنات الكيميائية فبمجرد وضعها على المنطقة المصابة والتي بها ألم سواء آلام الركاب، آلام المفاصل، آلام الغضروف أو آلام أسفل الظهر ستمتص الآلام بشكل تدريجي إلا أن يختفي تماماً وأيضاً تعمل على امتصاص البرودة من الجسم والمنطقة المصابة بالألم كما تلاحظون بعدما قمنا بتقطيع أوراق النعناع إلى قطع صغيرة بعد ذلك سنضيف إليها كما قلت لكم بعض المكونات الأخرى وكل هذه المكونات التي سنضيفها كلها مكونات سهلة وبسيطة جداً ومتوفرة عند الجميع وأول مكون سنقوم بإضافته سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة يمكنكم أيضاً استخدام الزنجبيل الطري إذا كان متوفر عندكم فمن الأحسن استخدام الزنجبيل الطري لأن نتائجه تكون أسرع من الزنجبيل بودرة يمكنكم فقط بشر كمية صغيرة مقدار نصف ملعقة صغيرة وسنضيف أيضاً كذلك ملعقة صغيرة من السكر وبعد ذلك سنقوم بالخلط جيداً حتى تندمج لنا جميع المكونات مع بعضها البعض وسنضيف المكون الأخير في هذه الوصفة وبعد ذلك سنضيف زيت الزيتون لخلط جميع المكونات وجمع الخليط سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وسنقوم بالخلط مرة أخرى جيداً وكما لاحظتم معي مكونات هذه الوصفة كلها سهلة وبسيطة جداً والأهم أنها فعالة جداً وبإذن الله ستخلصكم من الآلام نهائياً وبفضل الله في مدة أسبوع واحد فقط مدة سبع أيام فقط والآن سأريكم طريقة استخدام هذه الوصفة أولاً بالنسبة لهذه الوصفة فهي توضع على أي منطقة عندكم بها آلام سواء في الركبة أو آلام المفاصل أو آلام أسفل الضار وكذلك آلام الكتفين ستأخذون هذا الخليط وتقومون بوضعه على المنطقة المصابة بالألم وبعد ذلك تقومون بتدليكه جيداً حتى تحسون أن المنطقة التي بها الألم امتصت جيداً هذا الخليط وبعد ذلك يمكنكم اللف المنطقة بورق النايلون يمكنكم اللف المنطقة جيداً لفة أو لفتين وتتركون هذه الوصفة على المنطقة المصابة لمدة ساعتين يمكنكم كذلك أن تقوموا بالنوم بها من الأحسن لكي تستفيدوا منها أكثر بالنسبة لهذه الوصفة كما قلت لكم يجب عليكم تطبيقها مع الوصفة الأولى يجب عليكم تطبيق الوصفتين مع بعض لمدة سبع أيام متتالية وبإذن الله سينتهي الآلام عندكم نهائياً وستعود عظامكم كما كانت كأنكم عدتم لشبابكم وستعمل على تحسين قدرتكم على الحركة والعودة إلى حياتكم الطبيعية وأخيراً أتمنى لكم الشفاء العاجل بإذن الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة ويستفيدهم أيضاً وأنا ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر